عشرات البيوت التي تأوي المئات من سكان قلنسوة يتهددها شبح الهدم بعد أن تسلم أصحابها انذارات بالإخلاء الفوري واستدعاءات للمثول أمام القضاء بحجة وجود مخطط لتمرير خط كهرباء فوق أراضهم إنهم مش ملاقين لهم شغلة بدهم يشغلوا فينا داشتروا الخطوط كل الوسع والمطارح اللي بره وجود مدين الدور طيب الدارة نعملناها برخصة ودفعنا الرخصة وهو دعم لنا كمان محكمة ودفعنا كمان المحكمة هي محكمة بتطرد محكمة أنا مش فاهمي شو القانون هذا طيب أقول لك بدهم يطردونهم من الروح عائلات بأكملها من رجال نساء وأطفال مهددون بالبقاء دون صقف يحميهم ولا مكان يأويهم في حال تم إصدار أوامر هدم بحقهم إذا صار هذا الاشي ولا ما منعرف وين بدنا نروح ولا بدنا اللي نيجي ما ناشي اشي غير هن يعني يعني شفتين أنا بدموع العينين شفتين اشتغالت أنا وولادي وجوزيتا شفنا هذا اللي شايفها هاي اتعبت سنين وأيام اتعبت أنا بكتساجني بالإيجار أنا مشوفت الويل في الإيجارات أنا مصدكته الله ينطيني ويفرجها علي وينطيني احنا منحكي عن لا يكل عن 250 فرد أو شخص أو مواطن من كلانسا واللي عمليا راحين إذا بتم المخطط يلاكوا أنفسهم من دون بيوت من دون أي طبعا مقوى من دون مسكن وطبعا احنا منحكي عن نكبي عن مأساة كبيرة يعني ليش بس الكرة العربية اللي بيمشي فيها الخط ليش مش عند اليهود انتو نزلتو عند اليهود 25 بين كل عمود وعمود احنا ليش احنا 50 متر من كل العمود للعمود ليش ليش بس عندنا بالكرة العربية هاي كبوس الهدمي يخيم على حي بأكمله ويبث الرعب في نفوس أهالي كولنسوا مهددا أمنهم وأمانهم وتخطيم سنين طويلة من الكد والعمل لتشييد بيوتهم مما استدعى تحركا شعبيا بمساندة النواب العرب ليكفوا صد منعا أمام آلة الهدم الإسرائيلية